اهلا بكم مشاهدين إلى حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي نقاط والتي سنناقش فيها ثلاثة محاول في محورنا الأول نتناول مع الدكتور عامر البوسي ظاهرة انتشار الكلاب الضالة في مدينة تعزوى خطورتها على حياة المواطنين خصوصا الأطفال منهم وما دور السلطة المحلية ومكتبي التحسين والصحة في مواجهة هذا الانتشار أما في محورنا الثاني فسنناقش مع مدير مكتب حقوق الإنسان في أمانة العاصمة فهم الزبيري والذي سيكون معنا عبر الأقمر الاصطناعية من مارب للحديث حول موضوع المعتقلين والمختطفين في سجون ميليشيا الحوثي والذين تعرضوا للتعذيب حتى الموت في محورنا الثالث والأخير نناقش مع نقيب المعلمين بمحافظة الحديدة الأستطارق سرور موضوع نازحي القطاع الحكومي في عدن ومطالبهم في وقفتهم لاحتجاجية الأخيرة أمام قصر المعاشيق للمطالبة بصرف مرتباتهم ومستحقاتهم مرحبا بكم مجددا بسبب تراكم النفايات في شوارع مدينة تعز وغياب دور مكتب النظافة والتحسين والضعف حضوره ولا مبالاة السلطة المحلية تحولت المدينة إلى ساحة وبيئة خصبة لانتشار الكلاب الضالة وتكثرها ومع قدوم موسم الشثاء تتحول هذه الكلاب الضالة إلى حيوانات مسعورة لتشكل خطرا داهما على المواطنين خصوصا الأطفال منهم عشرة الضحايا التي رصدت ولم ترصد حتى الآن تعرضت للعض من هذه الكلاب الضالة ليطرح المواطنون أسئلة في انتظار الإجابات أين دور السلطة المحلية في تأمين حياة المواطنين للحديث عن هذا الموضوع سيكون معنا الدكتور عامر البوسي وهو المناسك العام لبرنامج مكافحة داء الكلب في محافظة تعز سنتحدث معه بعد متابعة هذا التقرير مؤخرا شكلت الكلاب الضالة مشكلة أرقت حياة السكان في تعز مع انتشارها بشكل كثيف في شوارع المدينة وتسببها في سقوط الضحايا لسيما من الأطفال عن هذا الموضوع نستعرض مشاهدين الكرام معاناة الناس وننقل تحركات الجهات المعنية نلاحظ هذا الأيام بالدشار كثير من الكلاب يعني معاهم مش على واحد واحد يعني يمشوا أكثر من عشرة أكثر يعني سعر مقموعات يعني أبكر الصباح أهل المدرسة يعني واحد يفتقع على ابنه والله أنا نلاحظ يعني يلعب قدام البيت يقول قدموا كلب قدموا كلب خلال شهر فقط أكتوبر 89 عضة منها وفاتين وفاة بالمدينة وفاة الأخرى قاية من حيس فصندوق النظافة أعتقد أنهم يشتغلوا عن استحياء باليوم يقضوا على ثنين كده المهم بزي ما تقول يدلعوهم باليوم يقضوا على ثنين على ربعة على وإحنا نأمل أنهم يقوموا بواقبهم نحن لا نطلب شيء ولا بيننا وبينهم مشاكل أخونا بعدة حملات للقضاء على الكلاب المسعورة في المدينة من خلال الطعوم باستخدام اللحوم وكانت غير مقدية والمرحلة الثانية استخدمنا الإبار وكانت مقدية جدا ونعمل بكل يوم بحدود بأربعة وربعين كلب استهدفنا مناطق الثورة ومناطق زيد الموشكين والقحشة وقزو من القموري وآخر حملات استخدمناها في منطقة صينة الحملات كانت ناجحة قدام ونحن مستمرين الكلاب الضرة انتشرت بكثرة في هذه الأيام المدينة والأمصال واللقاحات ليست متوفرة بشكل أوفر يضطر المواطن بعض الأحيان يسافر إلى الحوبان على سن نديلها للمصر وهذا برضو يسبب عن كبير للمواطن ما يقترب من 800 حالة عض جرى تسجيلها خلال هذا العام منها 150 حالة جرى تسجيلها أيضا في سبتمبر وأكتوبر الماضيين ما يندر بكارثية الوضع ما لم تضعف الجهات المعنية من جهودها خلال الأيام القادمة على خالد لبرنامج نقاط تعز ذا للحديث أكثر سيكون معنا الدكتور عامر البوسي وهو المنصق العام لبرنامج مكافحة ذا الكلف في محافظات تعز دكتور عامر أهلا وسهلا بك معنا أهلا ومرحب بكم وأشكر قناة بلقيس التي دائما تحتم بهذا الموضوع وتقريبا هذه القلسة الثانية للحديث حول شاشة قناة بلقيس حول موضوع مكافحة مرض الكلف أهلا وسهلا بك بداية دعنا نفهم الأسباب التي أدت إلى انتشار هذه الحيوانات الضالة وأيضا الأثار المترتبة على ذلك طبعا تبعتنا من خلال التقرير الذي عرضتهمه على الشاشة من الأثار الكبيرة التي تسبب انتشار الكلاب الضالة واستقلابها من أماكن ومن إلى أخرى هو تواقد وتراكم النفايات والقمامات في الحواري وأطراف المدينة والشوارع العامة في كل مكان نجد تراكم وتكدس للقمامات وهذا أكبر يعد السبب الرئيسي في استقلاب الكلاب الضالة لأن الكلاب تبحث عن الطعام والشراب ومتى توفر لها الطعام أصبحت تسكن في هذا الحي أو في هذا الشارع أو في المكان الذي يتوفر فيه هذا الطعام إلى جانب أيضا وقود أو ضعف المتابعات في مكافحة الكلاب الضالة عبر القهة المسؤولة في المحافظة نرى حاليا قهود لكنها حثيثة جدا لا تفي بالغرض يعني أن يتم مكافحة في اليوم 40 إلى 30 كلب 40 إلى 30 كلب هذه موجودة تحت طاقة بيتي أنا شخصيا فما بارك الشوارع مزحمة للناس عندنا أعداد كبيرة تأتي إلى المركز لأخذ اللقاحات هناك خوف شديد أيضا إلى جانب الانتشار هذا أصبح مؤرق مع وجود حالة وأعلنت كوفيات بسبب عضاة الكلاب الشاردة بالتالي مدى الخطورة لانتشار هذه الكلاب الضالة وأيضا أكثر الفئات التي تعرضت للعض من الكلاب الضالة في مدينة تعز طبعا المعروف أن الخطر للكلاب يكمن في العضات دعوني أوضح في البداية أنه عندما نتكلم عن الكلاب الشاردة والضالة وانتشار كلاب كثيرة هناك فرق بين موضوع سعار أو أمراض داء الكلب المعروف بالسعار عند الكلاب أو الكلاب الضالة هناك فرق كبير نحن نعاني حاليا من انتشار كلاب الضالة مع وجود حالات نادرة جدا لوجود كلاب مسعورة لكنها ممكن تنتشر ممكن تتكاثر إذا ما وقد المرتع والمكان الخاص لوجود الكلاب الضالة الكلب لا يحمل الفيروس رأسا لكن تأتي حيوانات أخرى من خارج المدينة من الأرياف مثل الثعالب مثل الضباع التي تحمل الفيروس يسكن بداخلها فمجرد أن تعرض أي كلب من الكلاب الضالة أصبح الكلب الواحد ممكن يؤثر على مئات الكلاب داخل الحي أو داخل المحافظة بشكل عام وبنواقه بعدها إذا انتشرت الكلاب المسعورة وعضت بنواقه خطر كبير نهايته الوفاة نعم المتعرف عليه أن هذه الشهور التي نمر بها الشهور البرد هي موسم تكاثر لهذه الكلاب بالتالي دعنا نتحدث عن جهود السلطة المحلية في مكافحة هذه الكلاب الضالة ما الذي قامت به حتى الآن وكيف يمكن تقييم جهودها هو طبعا كما ذكرت هناك جهود لمسنها مؤخرة تقريبا منذ شهر بدات من شهر عشرة بعد استغاثات ونداءات وإحصائيات وأرقام ومخاوف كبيرة شك منها المواطنون وتعرض كثير وعدد كبير من الأطفال والنساء وشيوخ الكبار في السنة أنهم أكثر عرضة لعضات الكلاب بعد أن قرأت في بوستات ومنشورات على الفيسبوك وعلى تويتر وعلى كل الأماكن الإعلامية لكن بدأت جهود حثيثة حثيثة جدا 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 وضعيفة لا تفئ بالغرض كما قلت الحقمة المشكلة أكبر من أن نحن نواجه اليوم عشر كلاب ولا عشرين كلب أصبحت الأرقام عندنا أن أغلقنا 2023 أغلقت السنة على ما يقارب 600 حالة عض وصلت إلى مركز داء الكلب هذا في مركز المحافظة ناهيك عن مركز التربة وغيرها نحن الآن على سنة 24 إلى شهر 11 وصلنا إلى 800 حالة عض مع إبلاغنا عن حالة وفاة تعرضت لعضة من مشرع أو حدنان في منطقة صبير وتوفى ولم يصل إلى أني طبعا لكن أبلغنا لأنه رقد في مستشفى الروضة أو الصفة في العناء المركزة ينظر بحق مشكلة كبيرة يعني فالمطلوب أكثر مما هذا ما كنت سأسألك عنه المطلوب في برنامج مكافحة داء الكلب في محافظة تعز ما هي أبرز الاحتياجات لهذا البرنامج حتى يقدم خدماته بصورة كاملة حاليا في الوقت الحالي ولو حقم المشكلة الكبير والمتفاقم نحتاج إلى توفير اللقاحات والأمصال بشكل كافي ومستمر نشكر السلطة المحلية في محافظة تعز ممثلا بالأخ الدكتور عبد الرحمن مدير مكتب الصحة عمل على ردف المركز بحوالي 1250 قرعة اللقاح هذه إلى مركز المدينة لدينا قبل ثلاثة أشهر الآن أصبحنا نعلن انتهاء القرعة لدينا لأنه لم يتبقى ما وصل بنقول 800 حالة عرض وكل حالة تحتاج إلى خمس قرعة فبالتالي لا تكفي نحن الآن مقبلين على خطورة كبيرة هو انعدام اللقاحات والأمصال الأمصال مهمة جدا الأمصال لا تصل إلينا تقريبا منذ سنة كاملة اللقاح ينقطع علينا من شهور يعني من شهرين من ثلاثة من أربعة إلى خمسة ممكن أشهر لكن خلال الأشهر الثلاثة التي مضت توفر اللقاح فقط لكن الأمصال لم تتوفر لكن ننبئ الآن بكارثة إذا عدم اللقاح بعد ثلاثة إلى أربعة أيام يدرك الناس مخاطر انتشار هذه الكلاب الضالة في مدينة تعز أريد أن أسأل هنا عن دور الجهة المعنية في نشر الثقافة والتوعية بين الناس وأيضا مسألة التنسيق إذا كانت هناك مبادرات مجتمعية تقوم داخل المدينة لمكافحة هذه الكلاب بإسناد من السلطة المحلية والتنسيق معها لماذا لم يتم عمل ذلك حتى الآن؟ طبعا للأسف أنا أشكرك على السؤال الجميل والذي لازم يطرح في برنامج داء الكلب دعوني أقول لكم أن البرنامج أنا دائما أنوه إلى أن البرنامج يحمل أو هو في زاوية البرامج المهملة في وزارة الصحة مع عديد من البرامج الأخرى فبرنامج مثل داء الكلب بحجم المشاكل التي يشكلها والخطورة والسبب الوفيات التي تحدث الأصلا لا يكون في برنامج اسمه في زاوية البرامج المهملة هناك العديد من المبادرات المجتمعية في المحافظة العديد من المنظمات للأسف وأقولها عبر الشاشات بالقيس لم يحضر إلينا أحد لم يتعاون معنا أحد في توفير لقاحات أو أمصال لم يتواقد أحد في محافظة تعيز لمكافحة أو مساعدة برنامج التحسين النظافة والتحسين في محافظة تعيز لانتشال هذه الكلاب أو المشاركة في القضاء عليها لم يشاركوا حتى في إيجاد توعية مجتمعية تثقيف مجتمعي وصحي حول خطورة هذا المرض نريد أن ننزل إلى المدارس نريد أن ننزل إلى العمال نريد أن ننزل إلى بعض الأرياف التي من خلال الإحصائيات نحن في المركز نستطيع أن نقول لكم أين تركز الشهر هذا كانت الخطورة أكثر نقول في مديرية القاهرة في مديرية المضفر أو في مدير الصالة أو في المشارع أو حدنان أو في المسراخ لا نجد من يقوم بهذا البرنامج فقير ليس معنا برنامج مواصلات ومعنا نفقات تشغيلية ليس معنا شيء ويعتمد البرنامج على كثافة الجهد الذي من قوم في بوك ومثلا بمدير مكتب الصحة ويعني الرسائل التي تود توجيهها للسلطات المعنية والجهات المختصة بهذا الشأن وأبرز الاحتياجات لكن دعني أنتقل لفئة مهمة فئة الأطفال الأكثر ضعفا في مواجهة هذه الكلاب أبضل من يتحمل يعني أنت تذكر بأن اللقاحات تختفي من فترة لفترة من المدينة من يتحمل مسؤوليات إذا ما أصيب طفل داخل مدينة تعز بعض من كلب واللقاحات غير موجودة هل يتحمل مسؤوليات ذلك الآباء لربما نقول أنه إهمال من ذويهم أم السلطة المحلية المطالبة بتوفير هكذا لقاحات سؤال وقيه المسؤولية مشتركة تعد المسؤولية مشتركة خلال العمل في برنامج داء الكلام خلال فترة التواجد فيه تقريبا لعشرين سنة أنا أقول أن هي مشتركة مسؤولية مشتركة بين السلطة المحلية وأيضا مسؤولية مشتركة بين الأسرة التي تقوم بحماية أطفالها من الكلاب الضالة والشاردية والمتوفرة حاليا أمام المنازل والمدارس والشوارع كما أسلفنا سابقا هناك إهمال أسري نرى الأطفال يلعبون مع الكلاب يقروا بعد الكلاب أي يربوا لهم كلاب الصباح الباكر أنا أخرج بعد صلاة الفقر وعديد من الناس الذين يلتقون بأطفال كل واحد مع ثلاثة أربعة كلاب ويقروا لهم من حارة لحارة ويخلوا هين يضارب طب أين دور الآباء أين التثقيف أين الخوف على أبنائكم بالتالي يعضوا كلب وطلعوا للمركز وقول لك عضي ابني كلب ما هو أنت كنت مهمون له في البداية هذا من جانب من جانب آخر في حال توفر عدم اللقاحات في حال توفر عدم اللقاحات الدولة مسؤولة عن المواطن في شدة الحالات حتى وإن كان هناك إهمال أسري أو تثقيف صحي لكن في الأخير كدولة أنا لازم أقوم بواقب تجاه المواطن هذا من الرسائل التي تود إيصالها دكتور عامر للجهات المعنية وأبرز الاحتياجات في هذا المركز مركز مكافحات ذا الكلب يعني الرسائل التي تود إيصالها حدثة ووجهها لهذه الجهات عبر منبر بلقيس شكرا الرسالة هي أتمنى من جميع من السلطة المهنية إما فرض التواجد منظمات تعمل في سلك الصحة أو مبادرة مجتمعية التوقف إلى التعاون معنا في مركز داء الكلب احتياجة المركز من لقاحات من أمصال من تفعيل برامج توعوية تثقيفية في المدارس في المجتمعات الصحية في الأرياف في كثير من الأماكن نحتاج إلى دعم أيضا رسالتنا إلى وزارة الصحة الاهتمام ببرنامج داء الكلب ليس فقط في محافظة تعز لكن نحن تقريبا المحافظة الأكثر عدد سكانا والأكثر تعرض لعضات الكلاب سواء عن طريق الإحصائيات أو عن طريق التقارير المرفوعة أتمنى أيضا من سلطة المحلية تفعيل دور المتابعة والقضاء على الكلاب الشاردة والضالة بقهود أكثر وبقهود توحي لنا بفعلا أنه فيه هناك اختفاء للكلاب الضالة لا نقول جميعها لكن خلونا نشوف أنه فعلا المواطن بدأ ما يتخوفش على ابنه رسالة أخيرة لو سمحتمها هي نصيحة لكل الآباء خروق الأطفال والطلاب في الصباح الباكر فيه خطر كبير على الأطفال أتمنى استحاب الأطفال من الأب أو الأم أو أحد أولياء أموره إلى المدرسة خاصة الطلاب اللي يخرجوا في ساعة السابعة أو السادسة أو النصف هذه مهمة لأن الكلاب تكون في مرحلة تهيق من الليل إلى وقت السابعة تقريبا نكتفي بهذا القدر أشكرك جزيلة شكرا الدكتور عامر البوصي مدير برنامج مكافحة حد الكلاب بتاعيس شكرا جزيلة لك إلى محوارنا التالي في الوقت الذي يتظر الأهل أخبار عن أبنائهم المغيبين في سجون ميليشيا الحوسي تأتيهم أخبار صادمة عن وفاتهم وتطلب منهم الميليشيات الحضور لاستلام الجثة مأساة تتكرر أكثر من أربعمائة مرة ووفقا لإحصائيات منظمات حقوقية فإن أربعمائة شخص توفوا تحت التعذيب وآثاره منذ انقلاب ميليشيا الحوثي وسيطرتها على مؤسسات الدولة في سبتمبر من العام 2014 الألاف من الأسرة والمغفيين قسرا يتعرضون للتعذيب الوحشي كما تقول تقارير المنظمات المحلية والدولية بات هذا الملف الإنساني مجمدا وتتهم الحكومة ميليشيا الحوثي باستغلاله للابتزاز السياسي وعرقلة كافة المفاوضات بشأن التبادل ولم تنجح الجهود الدولية سوى في عمليتي تبادل فقط فيما ترفض الميليشيا الإفصاح عن مصير الكثير من المخفيين قسرا أبرزهم السياسي محمد قحطان للحديث حول المختطفين والمعتقلين في سجون ميليشيا الحوثي سيكون معنا من مارب عبر الأخمار الاصطناعية مدير مكتب حقوق الإنسان في أمانة العاصمة الأستاذ فهمي الزبيري سيد فهمي أهلا وسهلا بك معنا أسعد الله مساءكم ولمشاهدين الكرام أهلا وسهلا بك إذن أبرز أو آخر الإحصائيات حتى الآن حول عدد من قتل تحت التعذيب في سجون ميليشيا الحوثي طبعا الذين يموتون أو يتعرضون للوفاة تحت التعذيب ويقتلون في سجون ميليشيا الحوثي سواء بالتعذيب المباشر والممنهج أو عبر من خلال الإهمال الطبي والصحي وعدم عرضهم على الأطباء أو تناول العلاجات اللازمة لهم ربما يفوق أربعمائة حالة وفاة تحت التعذيب في سجون ميليشيا الحوثي وهناك أيضا حالات لا يتم الإفصاح عنها يمتنعون نتيجة التهديد والمستمر من قبل ميليشيا الحوثي أيضا حتى من يتم استدعاهم لاستلام الجثامين يعني يتعرضون لابتزاز وتعهد خطي بأنهم لا يتحدثون حولها الموضوع وأن لا يطالبوا بتشريح الجثة أو عرضها على الطبيب الشرعي أو الكشف أو التحقيق عن سبب الوفاة وهذا أيضا انتهاك جسيم ومضاعف أيضا ضد الضحايا وأقاربهم نعم إذا ما سألتك عن دور مكتب المبعوث الأممي في هذه القضية ونحن دائما ما نلحظ التخاذل وعدم التجاوب جدية مع هذا الملف وعدم الضغط من قبله كيف يمكن تفسير ذلك هذا أمر بالفعل كما تحدثت بأنه يثير الكثير من التساؤلات حول التماهي والصمت الأممي عما يجري هناك الآلاف يتعرضون للاختطافات يتعرضون للتعذيب الجسدي والنفسي يتعرضون لمختلف الانتهاكات فيما الماليشيا فيما المبعوث الأممي والمنظمات الأممية والمنظمات الدولية والجهات الفاعلة الدولية صامتة لا يوجد أي تحرك حقيقي وجاد تحت مبررات المضيفة عملية السلام بينما هذه الممارسات وقتل الناس تحت التعذيب واستمرار الاختطافات بشكل متواصل بشكل تعسفي واستمرار المحاكمات السياسية ضد الخصوم والمعارضين ومن لا يؤمنون بنظرية التمييز العنصري والحق الإلهي في الحكم كل هذه الممارسات هي تنسف جهود السلام وهذه الممارسات هي رسالة للعالم بأنها ماضية في الحرب ضد اليمنيين وتدمير مؤسسات الدولة ونشر ثقافة المليشيات ونشر ثقافة العنف والكراهية في المجتمع ويجب على المجتمع الدولي أن يكون له موقف واضح وحقيقي للأسف الشديد اليوم عشر سنوات من الانتهاكات حتى وصلت الانتهاكات والاختطافات والتعذيب لموظفي الأمم المتحدة وهي لا تحرك ساكنا للأسف الشديد البعض يحمل أيضا الحكومة الشرعية مسؤولية الضعف في هذا الجانب ومسؤولية عدم الضغط بجدية على المبعوث الأممي وهو ما أدى إلى التمادي والاستمرار في هذه الانتهاكات من قبل ميليشيا الحوثي طبعا الحكومة الشرعية هي تتعرض لضغوط دولية من قبل المجتمع الدولي من أجل اللافتة ذاتها المضي في عملية السلام وهناك رصد وتوثيق لكل الانتهاكات التي تمارسها ميليشيا الحوثي وستقدم هذه الملفات والجرائم الجسيمة والفضيعة التي ترتكبها ميليشيا الحوثي ستقدم إلى القضاء المحلي وأيضا إلى القضاء الدولي وهناك اللجنة الوطنية للتحقيق فدعات انتهاكات حقوق الإنسان تلقت آلاف الملفات من الضحايا الذين تعرضوا للانتهاكات وما تزال تلقى أيضا الشكاوى والبلاغات وعمليات الرصد والتوثيق متواصلة أيضا المنظمات المحلية والحقوقية وسواء في الداخل أو في الخارج اليوم هناك مساحة واسعة للضحايا من أجل الإبلاغ ورصد وتوثيق ما تعرضوا له حتى يتم عملية الانتصاف للضحايا ومحاسبة المجرمين وحتى لا تسقط حقوقهم أنت أشرت إلى نقطة مهمة مسألة أن الضغط قائم على الحكومة الشرعية وأن جميع الأطراف تدعم أو تدفع بعملية السلام لكن دعنا نبحث عن أساسيات هذا السلام ألن يقوم السلام حتى ترد هذه المظالم حتى يخرج منهم في سجون ميليشيا الحوثي أم ما هو السلام الذي يدفع به الجميع وعلى الحكومة الشرعية أن تقبل به طبعا لا يمكن مستحيل أن تتم عملية سلام دون تحقيق العدالة والانتصاف للضحايا القفز على مظالم الناس والقفز على حقوق الضحايا هي ستؤسس لمرحلة جديدة من العنف ومن الانتقام لا بد أن تكون عملية الانتصاف في سلم أولويات عملية السلام ولذلك نحن نقول بأن مضي ميليشيا الحوثي واستمرارها في عملية الانتهاكات والاختطافات والتعذيب وسجن الناس وقتل الناس في السجون هي عملية يعني هي تراجع في عملية السلام ويجب أن يفهم العالم هذه الرسالة يجب أن يكون هناك موقف واضح من هذه الانتهاكات هي تمارس الانتهاكات من أجل قمع الناس من أجل إرهاب المجتمع لأن الأصوات مرتفعة الناس يطالبون بالمرتبات وبحقوقهم الأساسية يعني وعندما بدأت الأصوات ترتفع وبدأ الناس يطالبون بحقوقهم لأنهم وصلوا إلى مرحلة يعني متدهورة من العوز ومن المظالم ومن نهب مرتباتهم هم يقومون بعملية اختطافات وقتل الناس داخل السجون من أجل إرهاب المجتمع هي عملية قمعية في الأساس وأيضا هي نسف لكل الجهود الدولية والإقليمية ومكتب المبعوث الأممي في عملية السلام ويجب عليهم أن يكونوا واضحين من هو الطرف المعرقل ومن هو الذي ينتهك حقوق الإنسان في مناطق سيطرة الحقيق قد يفهم هذا التخاذل وعدم التجاوب الجدية مع هذا الملف من قبل الأطراف الخارجية دعنا نعود إلى الأطراف المحلية والجانب الإعلامي والحقوقي في هذه المسألة كيف يمكن تقييمه؟ طبعا الجانب الإعلامي والحقوقي وإن كان لا يرقى إلى المستوى المطلوب لكن هناك جهود لا بأس بها وإن كانت قليلة وإن كانت الإمكانية أيضا لوسائل الإعلام الأولي الجوانب الحقوقية لا ترقى إلى الوضع المطلوب لكن هناك عمل لا بأس به ووصلت الأصوات المظلومين إلى المحافلة الدولية وفرضت عقوبات على قيادات من مليشيا الحوثي الذين ارتكبوا جرائم ضد النساء وضد المدنيين وضد الأبرياء لكن هناك نقطة مهمة يجب على الضحايا الذين تعرضوا للانتهاكات والتعذيب والانتهاكات الجسيمة وأقارب الذين توفوا تحت التعذيب أن يتقدموا ببلاغات هناك طرق متاحة للوصول إلى المنظمات الدولية وإلى المقرر الخاص بعملية التعذيب والقتل خارج طاق القانون وأيضا هناك لجان خاصة بعملية الإخطافات والقاتل وأيضا التعذيب والإخفاء القسري وهناك كل اتفاقية دولية لها لجنة ومقرر خاص يتلقون البلاغات من قبل الضحايا ومن قبل المنظمات أيضا الموضوع متاح ويجب عليهم أن يتواصلوا مع الجهة الدولية للإبلاغ عنها حتى لا تسقط هذه جرائم الجسيمة ولا يمكن أن يفلتوا من العقاب من قاموا بارتكابها إذن لربما هذه أهم توصية لأهالي وذوي الضحايا وحتى للضحايا أنفسهم بالنسبة للجانب الحكومي ما الذي تحتاجه الحكومة حتى تضغط بشكل قوي في هذا الجانب وتلزم الميليشيات على إيقاف والحد من هذه الانتهاكات برأيك أعتقد بأن الجانب الدبلوماسي له دور هام ومحوري في الخارج السفارات والقنصليات والدبلوماسية اليمنية في الخارج يجب أن تتحرك بشكل قانوني أولا التعريف بالقضية لأن هناك بعض الدول لا تعرف ما هي المظالم الأساسية ما هي القضية اليمنية ما هو أساس المشكلة وما قامت به ومرتكمته هذه الميليشيات من جرائم بشعة ومجازر وقصر ضد المدنيين والأطفال وتجنيد للأطفال وعملية تعذيب وسجون وما إلى ذلك ثم أيضا يجب أن يكون هناك تحرك قانوني أن يكتم تشكيل فريق قانوني وحقوقي في فرق ليس فرق واحد وإنما عدة فرق من أجل التحرك القانوني لملاحقة المجرمين والمتورطين في هذه الجرائم وإعلان قائمة سوداء بكل من ارتكبوا جرائم التعذيب وقتلوا الناس في السجون تحت التعذيب ومن قاموا بالانتهاكات أن تكون هناك لائحة النائب العام يجب على المجلس القضاء الأعلى يجب على الجهات القضائية أن تعلن لائحة بملاحقة هؤلاء المتورطين حتى يكونوا مدانين لأن القضاء الشرعي التابع للشرعية والتابع للحكومة المعترف بها أيضا دوليا يجب أن يكون لهم موقف قوي وجاد أيضا في هذا الجانب نعم نكتفي بهذا القدر أشكرك جزيل الشكر فهمي الزبيري مدير مكتب حقوق الإنسان بأمانة العاصمة كنت معنا من مارب شكرا جزيلا لك إذن مشاهدين كان معنا أو كان يجب أن يكون معنا في محورنا الثالث والذي يتحدث عن مسألة النزوح خصوصا لموظفي الدولة وأبرز احتياجاتهم ولكن لصعوبة التواصل مع ضيف هذا المحور طارق سرور نقيب معلمي الحديدة من عدن سنكتفي بما أخذناه حتى الآن في هذه الحلقة أراكم الأسبوع القادم في حلقة جديدة من برنامجكم نقاط شكرا على المتابعة وإلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر